اشتركوا في القناة فصل الثاني لهذا الموسم 2021 لمن نمع الرياضيات مراجعة في الرياضيات للفصل الثالث أو بصفة عامة للفصل الثاني لأن هذا الموسم كان لدينا فصل أول فصل الثاني فقط في إطار المراجعة للتحذير طيب بيها مش تمرين الأول طلبة ضوحة من منال إكمال ميالي لدينا عمليات ويضع العدد المناسب عدد نقسمه على عشرة نتحصل على 542.3 ثلاثة واربع لتر زائد ماذا حتى نتحصل على 75 لتر 75.84 نضربها في 0.25 ماذا أتحصل ضرب عدد عشرة في عدد عشرة طيب 432 زائد عدد عشرة اللي هو صفر فاصل 432 ماذا أتحصل 456 تقسيم 100 هذا الصفرين دارهم للتمويه فقط تساوي طيب شوفوا الحل مباشرة طيب عدنا 432 زائد 0.432 تساوي عدد عشاري عدد طبيعي زائد عشاري أجري العملية عادي بحيث أنه نرتب الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح وهذه تجي وحدها إذن في الفاصلة تخرج هذه وحدها فاصل 432 وهذا زائد صفر مثلا معناها يقعد كما هو معناها 432.432 الشيء المهم في هذا أنه نرتب الجزء الصحيح تحت الصحيح والعشرة حتى الوشرة طيب 432 زائد 822 هذه باينة 751 طيب 450 تقسيم 100 راح نقسم عدد صحيح على عدد صحيح على 100 نقسمه على 100 100 فيها صفرين إذن 1 ونحط الفاصل معنا تولي لربعة فاصل 56 طيب 500 أو 42 واربعون فاصل ثلاثة تقسيم 10 تقسيم 10 طيب تقسيم 10 تقسيم 10 تقسيم 10 تقسيم 10 تقسيم 10 معناه الفاصلة الجهنة 54 فاصل نصرها خطأ مطبعا طيب 75 فاصل 84 في 0 فاصل 25 أجري عملية الضربة هذه ثم أضع الفاصلة بحيث يكون رقمين فقط معنا تولي لي 18 فاصل 96 هذه بركة التلميذي تأكد منها هذه رصاري خطأ هنا أزيح الفاصلة جهة اليسار التمرين الثاني أكتب الأعداد العشارية على شكل كسر 7.1 2.20 46.06 3.56 953.0 و 6.432 نحولها إلى كسر طيب عندنا 6.463 تساوي العدد كامل بدون فاصلة في ثلاث أرقام بعد الفاصلة معناه ثلاث أصفر معناه على ألف 46.0 68 ثلاث أرقام بعد الفاصلة ثلاث أرقام بعد الفاصلة معناه أندي الثلاث أصفر معناه 46.068 على ألف المفروضة فصاري خطأ مطبعي كذلك طيب 953.0 معناه لا شيء معناه معناه رقم واحد بعد الفاصلة 950.0 معناه على عشرة يا أصلها 9530 معناه الصفر ما يروحش نزيده آي والله هذا هو المشكلة نزيده الصفر هنا معناه على عشرة 7.1 فبين 71 على عشرة 3.56 عندي رقمين بعد الفاصلة معناه 100 2.20 رقمين كذلك 100 83 الفرق بين طولي قطعتي قماش هو 25.8 ديسيمتر الفرق بينهم معناه زيادة معناه وحدة طويلة على وحدة ب25.8 ديسيمتر ما هو طول القطعة الكبيرة إذا كان طول القطعة الصغيرة هو 3.8 متر باين 3.8 متر نحولها أولا للديسيمتر بعد ذلك نضيف لها 25.8 نصيب طول القطعة الطاويلة نشوفه في حال كيف يشدروا كما قلنا 3.8 متر نحولها للديسيمتر 38 بعد ذلك 38 نزيد لها 25.8 تولي 63.80 طول القطعة الكبيرة هو 63.8 ديسيمتر أول خطوة نحول للديسيمتر هذا هو الشيء المهم تمرين الرابع أرسم مستقيمين A و C البعد بينهما 3 سنتيمتر عين النقطة O على المستقيم A أرسم المستقيم B الذي يشمل النقطة O لتمر على المستقيم A ويكون عموديا على A و C ما نوع الزوايا المتحصل عليها شوفوا في الحل أو المستقيم A أو المستقيم C بينهما 3 سنتيمتر النقطة O هنا ما هذا المستقيم هذا اللي يشمل على O عمودي على C ما هي الزوايا المحصل عليها هي الزوايا قائمة هنا قائمة وهنا قائمة لأنه هذا متوازين وهذا رأي عمودي الثمانين الخامس لاحظ الشكل ثم أنقل عدنا دائرة وعدنا مثلث ما هي الأدوات الهندسية المستعملة عين قطر الدائرة التي مركزها أو القطرة الدائرة نجيب المستقيم ونحسبها بالمدور ما هي طبيعة المثلث A B C شوفوا في الحل الثمانين الخامس الأدوات الهندسية المستعملة المستقيم والمدور طبيعة المثلث A C D مثلث متساوي الأضلع جميع أضلعه متقايسا سميه مثلث متساوي الأضلع ولا متقايس الأضلع مدام مركز راهنا إذن هاه قطر قطر الدائرة وما القطر الحيث دائرة هو نصف القطر هذا نصف القطر وهذا كامل قطر طيب الثمانين السادس لاحظ الشكل ثم أجب ما نوع المظلع A B C D سمي المظلع C D A C D A طيب ماذا تمثل قطعة المستقيمة A C القطعة المستقيمة A C ماذا تمثل في الشكل هذا آي والله 80 سادس نشوفو نوع المظلع A B C D هو مربع باين بلي مربع C D A C D A هو مثلث قائم ومتساوي الساقين هذا الضلعان متساويين وقائم هنا في ال D إذن متساوي الساقين وقائم في الرأس D A C الشكل هذا A C هو عبارة عن قطر للدائرة قطر للدائرة لأنه يمر على المركز طيب التمرين السابع أرسم مربع A B C D طلو ضلعه 4 سنتيمتر عين النقطة K خارج المربع تبعد عن النقطتين A و D بـ 3 سنتيمتر أحسب محيط الشكل الناتج أحسب محيط الشكل الناتج جاني شوية غريب التمرين هذا 87 مربع طول وضلعه 4 سنتيمتر بعد النقطة K تبعد على A C بـ 3 سنتيمتر معنا مننا 3 ومننا 3 محيط الشكل الناتج A B C D K A A B C D K مربع وزيد المثلث مجموعة أضلاعه 4 في 3 هذا المربع 12 زائد 6 3 3 ثلاثة 3 ثلاثة تعال مثلث هذو 3 ثلاثة اذا محيط هذا الشكل هو 18 سنتيمتر جيد سهل تعال مثلث زوج ونزيد له هذا الربع وهذا محسوب مع المربع اذا طول أو محيط هذا الشكل هو 18 سنتيمتر مدام درنا كامل بالسنتيمتر طيب التمرين الثامن التمرين الثامن اشترى رجل عرجون تمر وزنوه 2.300 كيلوغرام بسعر 120 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد هو شرى فيه زوج 1.300 طيب قدم الرجل للبائع ورقة نقضية بقيمة 1000 دينار معناه 100 ألف ألف دينار أي 100 ألف احسب المبلغ الذي يرده له البائع أي والله شرى عرجون وزنوه 2.300 كيلوغرام بسعر طيب على هنا حسبوه اشعال الثامن تعتمر 2.300 في 120 بعد ذلك اللي نصيبوها نقصوها من 1000 دينار نعرف المبلغ الذي يرده البائع الثامن الثامن جيد لازم نعرف وزن التمر اللي شرى 120 في 2.300 تعطيني 276 إذن التمر الذي اشترى اشترىه بـ 276 دينار جزائري بعد ذلك 1000 ناقص 277 إذن يرجع له البائع 724 ومن ننساش الوحدة دينار جزائري التمرين التمرين التاسع أراد الجد أن يوصل الماء إلى بستانه فاشترى أنبوبا طوله 30 متر وبعد أن قام بتوصيله للبستان لسقي الأشجار بقي له 2.5 متر من طول الأنبوب ما هو طول الأنبوب المستعمل 30 نقص 2.5 نصيب الأنبوب المستعمل إذا كان سعر المتر الواحد من الأنبوب هو 300 دينار جزائري ما هو ثمن شراء الأنبوب 300 في 30 نصيب ثمن شراء الأنبوب أحضر الجد عاملا يقوم بسقي كل الأشجار البستان وأعطاه أجرة ثلاث أيام والمقدرة بـ 4500 أحسب أجرة اليوم الواحد 4500 تقسيم ثلاثة نصيب أجرة اليوم الواحد ونشوف في الحل 89 كما قلنا 27.5 2.5 ناقص 30 هو الأنبوب الذي شراء فيه 30 وبقاله 2.5 معنا تبقاله 27.5 طول الأنبوب الباقي 27.5 أو المستعمل المستعمل 27.5 متر الآن ثمن شراء 330 كما قلنا تسوي 9000 9000 دينار جزائري هم بعض 4500 تقسيم ثلاثة نصيب أجرة اليوم الواحد اللي هي 1500 دينار جزائري لأنه أجرة لليوم والعملية عموديا طيب التمرين العاشر أنجز العمليات عموديا كما هي ضرب عدد طبيعي في عدد عشاري عدد طبيعي في عدد عشاري هنا ضرب وهنا ناقص وهنا قسمة فالضرب أجري عملية الضرب دون الالتفات إلى الفاصلة وبعد فالفاصلة أضعوها في الآخر هنا الطرح خطأ هنا الرتب 789 يجي مننا الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح وهذه نقسم عملية القسمة عادي راكم نشوف في الحل طيب 25 في 6.87 أجري عملية القسمة عادي في الآخر مدام عندي العشاري في رقمين بعد الفاصلة أضع رقمين بعد الفاصلة 171 فاصل حتى ما يصراش خطأ وفي الآخر أضع الفاصلة 219.45 مدام عندي رقمين رقمين 14 تقسيم 12 1 1 12 12 14 12 2 24 24 24 24 24 24 20 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 21 21 20 24 25 24 27 29 29 30 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 31 30 33 30 60 إذا لم أفعل جدول 60 ثم بعد نقسم إذا نحوص على الثمان نضرب فيه 60 إذا نحوص على العدد نقسم على 60 60 تقسيم 60 واحد هنا تخرج لي 1 12 فيه 60 نسابي النتيجة هنا وتسعمائية تقسيم 60 ندير النتيجة هنا يا ورق نشوفوه في الحل 11 كما قلت 180 تقسيم 3 لم أفعل جدول 60 هنا يا واحد 12 فيه 60 تعطيني 720 900 تقسيم 60 تعطيني 15 التمرين رقم 12 لفلاحين حق المستطيل الشكل مساحته 2400 متر مربع المساحة بالمربع نتابع متر مربع خصص 70% من مساحته لغرس الأشجار المثمرة والباقي لزراعة الطماطم جد مساحة الججء المخصص لغرس الأشجار غرس الأشجار 70% 2400 نضرب فيه 70 ونقسم على 100 وعندما يطينها كبرسونتاج بالمئة نضرب فيه 70 ونقسم في المئة نصيب المساحة المخصص للأشجار ما هي المساحة للجزء المخصص للطماطم معناها 700 بقيني 30% إذن 2400 فيه 30 تقسيم 100 طيب شغل الفلاح ثمانية عمال لزراعة الحقل ودافع لهم 12000 دينات جزائري أحسب أجرة كل واحد منهم 12000 تقسيم 8 نصيب الأجرة لكل شخص منه إذا أنتج الجزء المخصص لغرس الطماطم 15 كيلوغرام في المتر المربع أحسب وزن الطماطم التي أنتجها هذا الجزء 15 في المساحة المحددة على الطماطم 15 نضربها في المساحة أنصيب وزن الطماطم الإجمالي نروحوا للحل ونشوفوا طيب مساحة غرس الأشجار كما قلت 2400 نضرب فيه 70 ونقسمها على 100 1680 متر مربع المساحة المخصصة لغرس الأشجار 1680 متر مربع طيب إجمالية 2400 2400 النقص منها المساحة المخصصة لغرس الأشجار اللي هي 1680 تقالي 720 المساحة المخصصة لغرس الطماطم هي 720 متر مربع طيب أجرة العمال 12000 تقسيم 8 تقني 1500 إذن أجرة أجرة كل واحد 1500 طيب وزن الطماطم نقلنا المساحة على الطماطم هي 720 إذن 720 في 15 تعطيني 10800 الوزن الإجمالي تعامل الطماطم هو 10800 كيلوغرام وما ننساش العمليات عاموديا التمرين رقم 13 اشترى الجد الدواء من الصيدلية بـ 34450 دينات جزائري إذا علمت أن الضمان الاجتماعي يعوض له 80% من المبلغ الكلي أحسب قيمة التعويض 3450 نضربها في 80 ونقسم على 100 أنصيب قيمة التعويض شوفوا في الحل كما قلت 3450 نضربها في 80 ونقسم على 100 أنصيب 2760 قيمة التعويض هي 2760 ماذا؟ دينار جزائري أنا ندره عدرهام إذن دينار جزائري التمرين الرابع عشر ثمن الدفتر الواحد 25 دينار جزائري 2500 كما قولوا هنا أكمل الجدول الثمن عدد الكاراس أو دلك جدول بطول ما في ديره بالعرض داره بطول إذن هنا كنا نحب نزيده خانة تنديره 25 وهنا واحد إذن معامل الجدول هو 25 طيب عدد كاراس ربعة ما هو الثمنة التح ما ربعة في 25 150 دينار جزائري ما هو عدد الكاراس نقسمها على 25 تعطيني 6 العكس عندي عدد الكاراس نحوس على الثمن نضرب في 25 هنا العكس 750 عندي الثمن نحوس على عدد الكاراس نقسم على 25 وعشرين نفسك كما قلنا أربعة كاراس ربعة في 25 100 طيب 150 تقسيم 25 6 كما قلنا 12 في 25 300 750 تقسيم 25 تعطيني 3 كما قلت إما النظرة في 25 إما نقسم على 25 اللي هو معامل الجدول 80-15 طاعة الصلاة في مصلة حيكم مربعة الشكل طول ظلعها 60 متر إذن مربعة أردت الجمعية الدنيا أن تفرشها بأفرشة مستطيلة الشكل طول كل منها 10 متر وعرضها 2.5 متر أحسب مساحة قاعة الصلاة إذن قاعة الصلاة مربعة طول ظلعها 60 إذن الظلع في الظلع 60 في 60 نصيب المساحة على الصلاة أحسب مساحة الفراش الواحد مساحة على الفراش الواحد بأفرشة مستطيلة الأفرشة مستطيلة الطول 10 متر والعرض 2.5 والمساحة على المستطيل الطول في العرض معناها 10 في 2.5 كم فراشا يلزمنا لتغطية القاعة مدام صبنا مساحة الفراش الواحد وعدنا المساحة الإجمالية إذن المساحة الإجمالية نقسمها على مساحة الفراش الواحد نصيب كم يلزمني من فراش من طبي 8 شباب هذا عجبني ما شاء الله طيب المساحة طول الضلع 60 إذن 60 في 60 مساحة قاعة الصالات 3600 متر مربع لأنه مساح طيب مساحة الفراش الواحد الطول في العرض 2.5 في 10 25 ومع ذلك المساحة الإجمالية نقسمها على 25 تقسيم 25 إذن يلزمنا 144 فراش لتفريش هذا المصل طيب التمرين السادس عشر نسي أحمد وضع الفاصلة في الأعداد التالية حيث يمثل الرقم 5 مرتبة العشرات عشرات إذن 11 إذن هنا جي فاصلة 56.987 11 إذن هنا جي فاصلة 652.31 وهنا 1453.9 جيه هنا بعد ذلك أكتب هذه الكوصور على شكل على شكل كوصور شعار رقم 80 السادس عشر التمانين السادس عشر كما قلنا 56.987 652.30 1453.9 بعد ذلك نديره على شكل كوصور مدام رقم 1 بعد الفاصلة هنا آه هذا 1453.9 إذن تجي على عاشرة طيب 652.31 نقمين بعد الفاصلة تجي على 100 وهذا ثلاث أرقام بعد الفاصلة تجي على 1000 ثلاث أرقام بعد الفاصلة التمانين السابع عشر أحمد لا يحب التبذير أراد أن يقنع والده لإصلاح الحنفية التي تضيع 0.05 لتر من الماء في كل دقيقة كل دقيقة ريضياء 0.05 لتر من الماء ساعد أحمد في إقناع والده ب حساب كمية الماء الضائعة في الساعة إذن 1 ساعة تسوي 60 دقيقة إذن 0.05 في 60 ننصيب الكمية الضائعة في ساعة حساب كمية الماء الضائعة في اليوم 1 يوم تسوي 24 ساعة إذن اللي نصيبها في ساعة نضربها في 24 راكم شوفوه 80 17 كما قلت 0.05 في 60 تعطيني 3 كمية الماء الضائعة في ساعة 1 هي 3 لتر من الماء 3 3 24 72 كمية الماء الضائعة في يوم 1 هي 72 70 لتر من الماء ومن ننساش اللتر لأننا نحسبه في الماء سائل التمرين الثامن عشر ثمن القارورة الواحدة من العاصر و45 لنا جزائري أنقلوا الجدول 45 تقسيم 1 45 إذن معامل الجدول 45 ثلاث قارورات إذن 3 في 45 نصيب الثمن على 3 أهنا أعطاني الثمن إذن نقسم على 45 أهنا نضرب وهنا نقسم كما هي العادة روكم نشوف الجدول إذن رقم التمرين 18 أو الفوق 18 قارورة واحدة 45 إذن ثلاث قارورات 135 6 قارورات 270 9 قارورات 415 12 قارورة 540 دينار جزائري التمرين التاسع 10 التمانين التاسع 10 ABC مثلث متقيس الأضلع طول ظلع تاسع 10 أرسم مثلث آخر متقيس الأضلع ويكون أحد أضلعه الظلع BC ما هو نوع الشكل الناتج معناها لا سق فيه أحد أضلع الشكل الأول يكون ظلع للشكل الثاني BC رقم شوف التمانين 19 آي والله مثلث الأول ABC طول ذلع إذا نتحصل على معين أي والله تحصلنا على معين جميع أضلعه متقيس ما فيه زاوية قائمة هذا هو تحصلنا على معين التمانين هذا مهم مثلث متقيس الأضلع لما ندير معه مثلث متقيس الأضلع آخر نتحصل على معين طيب التمانين لقم 20 استفاد عامل من زيادة قدرها 10% زدوله 10% في الخلصة من أجراته الشهرية التي تبلغ 40 ألف دينا جزائري 4 ملايين أحسب مقدار الزيادة 40 ألف في 10 تقسيم 100 أنصيب مقدار الزيادة بعد ذلك 40 ألف نزيد لهذه الزيادة نعرف شعالت ولي شهرية تعه بعد الزيادة إذن تعرفت السؤال قبل ما نقرأ إذن 40 ألف كما قلنا في 1 على 10 أو في 10 تقسيم 100 نفس الشي في 10 تقسيم 100 نفس الشي تخرج لنا 4 ألف إذن نزيد له 4 ألف اللي هي 400 ألف 40 ألف نزيد لها 4 ألف تولي 44 ألف يولي يخلص 44 ألف 4 ملايين وربعمية ومن ننساش دينار جزائري 80 ألف 21 تصب حنفية ماء بقدر 240 لتر في الساعة ساعة واحدة هذه الحنفية تفرغ 240 لتر من الماء إملأ الجدول 1 ساعة 240 لتر 120 دقيقة 1 ساعة فيها 60 دقيقة إذن ليزود سوايا إذن 240 480 480 هنا أعطى لك طاولك الكمية 360 شعال من دقيقة ونعطى لك 2.5 معنا زود سوايا ونص ساعة وساعة ونزيد لها النصف 120 إذن 240 120 120 نصيب هذا 360 هذه نقسمها بنصيب عدد الدقائق إذن ساعة شكيت 240 أي والله ساعة ونصف هنا ساعة ونصف لي 90 دقيقة ونشوفوه في الحل الحل أي والله واحد ساعة 240 120 دقيقة 480 90 دقيقة 360 2.5 ليزود سوايا عنص تعطينا 600 على 600 240 240 أي والله 480 وزيد إلى 120 أي والله 600 لتر من الماء طيب 80 22 إليك الكسر العشري الآتي 217 على 10 أكتب الكسر العشري السابق على شكل عدد عشري حولوا العدد عشري ما هو رقم عشرات هذا العدد رقم العشرات الرقم رقم العشري أحصر العدد العشري بين عددين طبيعيين متتاليين آي والله 217 على 10 صح 217 على 10 نحوله إلى عدد عشري 21 فصل 7 رقم العشري هو 2 حصر 21 فصل 7 بين عددين طبيعيين بين عددين طبيعيين متتاليين ركز 21 فصل 7 كبيرة على 21 وصغيرة على 22 سهلة 83 جيد النتيجة مباشرة عدد عشري في 100 عدد عشري في 10 عدد عشري في 10 عدد عشري في 100 عدد عشري في 100 وعدد عشري في 1000 بين نزيح الفاصلة فقط بحسب عدد الأصفر صح 1.45 في 10 أزيح الفاصلة برقم جهة اليمين معناها تولي 14.5 14.5 في 10 تروح الفاصلة لأنه لما أزيح جهة اليمين تروح 14.5 في 100 أزيح ها برقمين كي خلاص الأرقام أضع الأصفار معناها تولي 1450 36.9 في 1000 أوضيح ها بثلاث أرقام ونزيد صفر واحد اثنين برقمين واحد اثنين معناها زيد صفر 14.5 وصل 3 في 100 أوضيح ها برقمين معناها زيد صفر 14.78 فاصل وخمس في 1000 معناها 1 2 3 معناها زيد وصفر التمرين الآخر اللي هو التمرين الرابع والعشرون الدائمين واجبه المنزلي في عدد من الأنشطة واستغرق زمنا في كل نشاط كما هو مبين في الجدول العربية قعد فيها 25 دقيقة الرياضية قعد فيها الساعة وخمس دقائق الفرنسي قعد فيها 32 دقيقة ما هو الزمن الكل إذن نجمع هذه عندي خمس دقائق وخمس وعشرين دقيقة 30 دقيقة و30 دقيقة واللي ساعة مع الساعة هذه زود سوية وزوج دقائق معنا الوقت الإجمالي 2 ساعة و2 دقائق نرمم ولا مغنط روكم نشوف فيها إذا كان أمين قد أنهى إنجاز واجباته على الساعة التاسعة وعدو خمسين دقيقة ما هو الوقت الذي بدأ فيه التاسعة وعدو خمسين ننقص لها زود سوية وزوج دقائق نصيب الوقت الذي بدأ فيه روكم نشوف في الحل كما قلنا ساعة وخمسطاش مع 25 مع نثنين تحصلوا على زود سوية أو زوج دقائق إذا نحسب لها صحيح طيب 9 و1 و5 دقيقة نقص لها 2 ساعة وثمين دقيقة نصيب الوقت اللي يبدأ فيه أبدأ على السبعة وتسعة وربعين دقيقة إذا نبدأ الدراسة على السابعة وتسعة وربعين دقيقة بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحب أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة